نيويورك من هناك معنا مراسل العربية طلال حاج طلال أهلا بك ما الذي تتحضر له نيويورك يوم مثول ترامب أمام المحكمة بالفعل ما تراه اليوم هنا في منهات هو الهدوء الذي سيسبق العاصفة يوم الثلاثاء القادم حيث نتوقع مظاهرات ساخبة مارجري تيلر غرين وهي نائبة يمينية متطرفة في الكونغرس الأمريكي دعت جميع مؤيدي ترامب إلى القدوم هنا إلى هذه الحديقة التي تقع أمام مقر المحكمة العليا في منهات إلى التظاهر تخشى الشرطة هنا ويخشى البوليس صراحة يوما عاصفا هنا ولكن طلال هل هناك مخاطر حقيقية أن تكون هذه التظاهرات عنيفة أم هي فقط مبالغة لأن الأمر يتعلق بأنصار ترامب في واقع الأمر هناك احتياطات أمنية كبيرة هناك معدات لكشف الأسلحة مع المتظاهرين هناك عدد كبير 30 ألف شرطي في نيويوك نيويوك الجهاز الأكبر للشرطة في الولايات المتحدة برمتها كلهم يعملون لا توجد أجازات أكثر من 19 ألف شرطة سرية وشرطة مكتب التحقيق الفدرالي ستكون هذه المنطقة ملغمة بالشرطة وبكاميرات التصوير الإضافية التي قاموا بتركيبها في كل مكان عملية أمنية عالية رئيس ترامب سيصل إلى هنا ليلة الاثنين قادما من مارالاغو حيث يسكن على مدارة خاصة في فلوريدا وسيتوجه إلى ترامب تور في شارع الخامس لقضاء الليلة وسيأتي إلى هنا كما نفهم الآن الساعة 11 صباحا طلال إذا كنت سمعني نعلم أن لائحة التهم المواجهة إلى ترامب هي مختومة بالشمع الأحمر وسيكشف عنها من طرف القاضي يوم مثول ترامب أمام المحكمة أمام القاضي ولكن أعلم أن لديك الكثير من المصادر هل تسرب أي شيء من التهم التي ستوجه لترامب في واقع الأمر قالوا أن هناك 30 تهم ستوجه إلى الرئيس السابق دونالد ترامب ولكن كما نفهم اليوم من مصادرنا أن هناك في واقع الأمر 34 تهم ستوجه إليه صباحا أو بعد الظهر يوم الثلاثاء هذه التهم مختوبة بالشمع الأحمر لا يعرف واحد سوى القاضي والإدعاء وسيقوم القاضي بكشف عنها ويعرض على ترامب قراءتها له بالتفصيل وسيعطي نسخ من هذه التهم إلى المحامي ترامب نعم لكن 34 تهم طلال عدد كبير لا؟ نعم نعم عدد كبير وكلها متصلة بعملية الرشا أو الرشاوي التي قدمها ترامب إلى ستومي دانيالز من خلال محاميه ماتل كوين نعم نرى ماذا سيحصل لن يحصل شيء الكثير في واقع الأمر الثلاثاء سنبقى في المتابعة معك لأنه هي ساعات عاصفة كما وصفتها طلال في نيويورك وأيضا في العاصمة واشنطن وصولا إلى مثول الرئيس السابق دونالد ترامب أمام المحكمة شكرا جزيلا لك طلال الحاج مباشرة من نيويورك شكرا جزيلا لك